معنا من باليرمو في جزيرة سقلية بإيطاليا سيف الدين العامري سيف الدين سقلية تقريبا هي ولامبدوزا تعدان بوابة الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا أعطينا بعض الأرقام المتعلقة بالهجرة بالذات من تونس وليبيا إلى هذه الجزيرة نعم فضيلة في الحقيقة لقد عدت صباحا باكرا من لامبدوزا إلى هنا إلى باليرمو لإكمال أعداد تقرير حول الهجرة غير النظامية ما يمكن أن أقوله أن ما تمت مشاهدته في جزيرة لامبدوزا مهم وملفت للانتباه يعني من شهادات رجال الشرطة والحرس البحري الإيطالي فقط نعلم أن ألفي شخص قد وصلوا على الساعة الثامنة ليلا في الليلة الرابطة بين الجمعة والسبت وصباح اليوم تركت الأعمال الأعمال الإنقاذ على مستوى جزيرة لامبدوزا قريب من مطار لامبدوزا على أشدها وهي حتى هناك للأسف بعض الجثث التي تنتشل في كل ليلة تصل فيها القوارب الهجرة غير النظامية عموما وكمعدل هناك أكثر من ألف ومئة شخص يصلون إلى جزيرة لامبدوزا بشكل يوميا لعل أبرزهم من جنسيات جنوب الصحراء من أفريقيا جنوب الصحراء وأغلبهم من العائلات وأصبحت هناك ظاهرة رسادتها شرطة الحدود الإيطالية هنا سواء في سيقلية أو في لامبدوزا هي الأطفال عديد من العائلات تحمل أطفالها معها لتأتي إلى لامبدوزا ومن هم محظوظون طبعا يصلون إلى ميسينا ماتزارة أو بعض المدن جنوب البر الرئيسي لجزيرة سيقلية الكبيرة وأيضا بالنسبة للمبدوزا الأشكالات متعددة رأي العام الإيطالي يضغط على حكومته لإيجاد حلول جذرية لهذه المعضلة فضيلة شكرا سيف الدين العامري من باليرمو في سيقلية